بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم من أن نتعلم كيف نعمل ميرز للبراين شات في البداية هل نخذ مثال عشان تكون الفكرة واضحة رح ننشئ مع بعض برانج اسمه location هذا البرانج أكيد رح يأخذ آخر كوميت عندك هي في الماستر وهي البي ورح تنزل على location والهد رح ينتقل على location بي كتبت شوية كود ورفعت كوميت جديد وسميتها مثلا سي فتنتقل الهد من بي لسي وكتبت كمان كود ورفعت كوميت جديد وسميته مثلا دي والهد رح تنتقل على دي وهنا اكتشفنا أنه الكود اللي كتبنا كان ممتاز وعمل لي الوظيفة اللي بدي إياها وكل إشي شغال عندي بدنا نسوي هسا مع بعض أنه أنا بدي أدمج location مع الماستر يعني الماستر يأخذ نسخة من آخر كوميت عندك إياها في location لأنه من الأساس عندنا يا دامي في الget هو الماستر فأول خطوة رح تسويها أنك ترجع على الماستر بعدها نكتب أمر اسمه get married location هسا أهم خطوة أنك أنت تكون واقف في الماستر بعدها نقوله أنا بدي أدمج location ساعتها حيفهم الget أنك أنت بدك تدمج location مع الماستر شو رح يصير ساعتها؟ رح نأخذ آخر كوميت من اللوكيشن وينضاف على الماستر وأكيد الهد رح تنتقل عند آخر كوميت دعني نحكي أنه هسا نحن فهمنا 50% من الفكرة دعني نطبقها بشكل عملي عشان تكون لاضحة 100% على نفس مشروعا هو البروجيكت دعني نشوف بس حالة المشروع get status كل إشي عندي إياك من get branch شوف اللي branchات اللي عندنا إياها بس عندنا الماستر بتعاقين شيء branch جديد get check out dash b وخليني نحكي location نفس المثال شرحنا قبل شوي بحكي على الألال اللي شاءت لك برانش جديد وانتقلت لك عليه لو عملنا هسا get branch بحكي لك أنك أنت واقف على location كيف عرفت؟ عشان نستار عند location خلين نعمل أي تعديل مع بعض خلين نفتح مثلا النوت خلين نكتب مثلا هاي أحمد سير واطلق هاي get add get comment للتذكير ايش معنى ال stop ارفع لي كل الملفات في المشروع ما عادة الملفات المخفية get comment dash m وخليني نحكي عملنا هون update داخل ملفة اسمه note dot text وهي انت إني أسوي هسا get status وحكي لي أنه branch location ما فيش فيه أي تعديل خلينا هسا نرجع على الماستر فرا هاعمل get pick out master اللي أنا رجعت لك هسا على branch master لو فتحنا النوت طب ورح هاي أحمد هاي أحمد هي فقط موجودة داخل branch اسمه location طبعا ناتو بدي ندمج هسا master مع location لكن قلما أسوي merge بدي أشوف ال head هسا وين واقف بنحكي له get look double dash one line double dash graph double dash all يعني كل اللي branch هات هاي enter عكالي أنا هسا واقف لك على الماستر كيف عرفت باستخدام ال head أنا واقف على الماستر عندك ايوه آخر comment اللي هو add get ignore وفي انت عامل برانش اسمه location وعمل جواته comment هاي الـ shi الخاص فيه واسمه update node.text اللي بدنا نسوي احنا مع بعض انه بدي أدمج location مع الماستر هاي cue اتفقنا قبل شوي get merge فارجب أأكد انك لايز تكون واقف على الماستر بعدين نكتب اسمي لبرانش انت حاب تدمجه وهاي location هون شو حكياني أنا استخدمت لك الطريقة الاسمها fast forward وحكياني هون داخل منف النود انك قلت عامل ثلاث تعديلات تعديلين إضافة وتعديل خذف هنشوف هسا ال get log هلا شو حكياني هون قل للهد صار واقف هسا على الماستر واللوكيشن الاثنية صار يأشهوا على مين على الكوميت الاسمها update node.text فاخر الكوميت صارت هسا عندي هي update node.text وصارت موجودة داخل الماستر هنعمل هسا كيوم اكيد رح تسأني طب مثلا بدي ارجع على اللوكيشن وعمل تعديلات هن رح يظل الميرج موجود خلينا نشوف الحالة هاي مع بعض نفس المثال سوينا اخر اشي انت في عندك ماستر وفي عندك لوكيشن ومبين انك انت ما اخذ الكوميت بيه وحاطه جوه اللوكيشن وعمل سي و دي بعد انت عامل ميرج بين اللوكيشن وبين الماستر كيف عرفت انه اخر كوميت مرفوع على الماستر والهد واقف عليها خلينا هسا ننزل على اللوكيشن ومن اللوكيشن بدي انشئ كمان كوميت بدي اسميها مثلا ايه واكيد الهد رح ينتقل عليها وهنا اكتشفت انه كمان امور كانت ممتازة مية في مية فرح ترجع على الماستر وبدك تجسل ايه مع الماستر هتقولي دقيقة انا اصل عامل ميرج وحكي لك لا انت سويت ميرج لاخر كوميت عندك وهي كانت الدي لكن ايه تشبسويلها ميرج يعني الموضوع مش تلقائي لازم ترجع تكتب له ميرج من اول مجديد getMairjLocation هنأخذ اخر كومنت ونرفعها على الماستر نأخذ منها نسخة وضع الماستر وكيد الهد رح ينتقل من D الى E اتمنى تكون الفكرة واضحة اصلا هنطبقها مع بعض عشان تكون واضحة مية في المية على نفس مشروعنا انا واقف هسا على الماستر بدي ارجع للوكيشن بدي ارجع للوكيشن نحكي له get check out location هس انا رجعت على الوكيشن بدي اصويه هسا بدي اعمل كمان تعديل دعنا نفتح الوكيشن نحكي له هنا create page hold سيئ اطلق هاي get add هاي start كل الملفات get comment او commit dash m ونعمل update على البلاف الاسمه work انتر خلينا هسا نرجع على الماستر get check out master قال انت رجعت على الماستر لو عملنا هسا get log double dash all شو حكالي هسا قال لي انت في عندك في الوكيشن update work لكن اللي هيد اسا واقيف لك على الماستر انك انت رجعت على الماستر طب وش كان لازم انه هوا الكومنت مباشرة يندمج مع الماستر لا ما بزبط لازم تعمل تمام المرة merge q ونعمل get merge location هاي tap enter شو حكالي هون انه عملت في الوكيشن انت عملت تعديل خلي مرة ثانية اعمل اسا get log هسا الهيد واقف على الماستر بالاضافة على الوكيشن يعني الاثنين صاروا واحد بقول لك الوكيشن اخر كوميت كان واقف عليه هو update work والماستر اخر كوميت واقف عليه هو update work هيك احنا سوينا merge وهيك بكون شرحنا ال fast forward هو اول من انواع merge في المحاضرة القادمة راح نشرح true merge اتمنى كنت افكارنا واضحة ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة في اعطي كومالاف اشتركوا في القناة